المبعوث الأممي في عدن لبحث تثبيت الهدنة الأممية الهشة واستئناف الرحلات من مطار صنع إيشي الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة وترتكب ستة وعشرين خرقا في الساحل الغربي الأمم المتحدة تحبر من التدعيات الكارثية لأي تسرب نفطي محتمل من ناقلة صافر الثامنة ونصف بتوقيت العاصمة صنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العليمي دعمه للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل بنودها بما في ذلك الإصرار على فتح المعابر على مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي وأشار العليمي خلال لقائه المبعوث الأممية إلى اليمن هانس جرانبورغ إلى أن مليشيا الحوثي قامت بتحويل مطار صنعاء من ملف إنساني إلى قضية سياسية وأكدا ضرورة إلتزام المليشيا بتسليم المرتبات لموظفي الدولة من عائدات إرادات ميناء الحديدة النفطية وضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الأسرع بلك واصلت مليشيا الحوثي خرقاتها للهدنة الأممية حيث ارتكبت ستة وعشرين خرقا خلال أربع وعشرين ساعة الماضية في جبهة الساحل الغربي وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن محور حيث جنوب الحديدة شهد سبعة عشر خرقا معظمها بالأسلحة الرشاشة والمعدلات وتحركات ومحاولة تسلل جديدة جنوب الجراحي انتهت كسابقاتها بالفشل وأضاف أن أحد أفراد القوات المشتركة أصيب برصاصة قناص حوثي في ذات المنطقة وأضاف أن محور البرح غرب تعز شهد تسعة خرقات منها تحركات ومحاولات تمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس بمديرية مقبنة وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة والمعدلات صوب مواقع عسكرية وفي السياق خرقات جديدة للميليشيا الحوثية في جبهة دنة والعمود جنوب محافظة مارب رغم الهدنة المعلنة التي تتخذها الميليشيا فرصة للتصعيد تستمر ميليشيا الحوثي في خروقاتها للهدنة الإنسانية من خلال تصعيدها العسكري جنوب محافظة مارب حيث نفذت الميليشيا خلال الأيام الماضية هجمات متتالية على مواقع متفرقة يتمركز فيها أبطال القوات الحكومية ورجال القبائل رغم التزام الأبطال المرابطين بالهدنة المعلنة إلا أن ذلك زاد من تمادي استهداف الميليشيا لمواقع الأبطال بكافة أنواع الأسلحة كقذائف الهاؤن والطائرات المسيرة والكاتوشة واختراقات الهدنة وحجد مجاميحها وأفرادها وكم من هجوم يهجموا على مواقعنا ونحن ملتزمين بالهدنة حسب الاتفاق الأممي والدولي وثم أنتوا شايفين تحشد على الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب ونحن موازننا الأهد باقيون وعلى الأهد ماضيون ملزمين بالهدنة هدنة اتخذتها ميليشيا الحوثي للتحشيد العسكري وإعادة تموضعها واستغلالها في شن هجمات عسكرية على مواقع الأبطال في الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب ففي جبهة ذنى والعمود حاولت الميليشيا الحوثية بشكل متكرر التسلل إلى مواقع الأبطال سلوك يكشف حقيقة ما تسعى إليها الميليشيا الحوثية وعزز القناعة لدى الجميع أن لا طريق لإحلال السلام في اليمن ولا حل إلا الحصم العسكري إنه هجومات ميليشيات الحوثي لإرهابياها تدل على أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بالحوار ولا تؤمن إلا بالقوة ونحن إن شاء الله مستعدون وجاهزون لهم بالمرصاد أي وقته في أي مكان وإن شاء الله القيش والمقاومة كلنا صف واحد في مواجهة هذه الميليشيات الأرهابية سبع سنوات من الحرب والدمار أرهقت كاهل الشعب اليمني بينما تقف ميليشيا الحوثي متمسكة بمشروعها التدميري لليمن والمنطقة أمام كل مساعي وفرص السلام التي يسعى إليها المجتمع الدولي من أجل إنهاء حرب أكلت الأخضر واليابس ودمرت كل مقدرات الدولة إلا أن الميليشيا لا ترى في السلام خيرا لمشروعها المبني على الموت والخراب دون أي اكتراث لما يعانيه الشعب اليمني لقناة اليمن اليوم فوض المجيدي محافظة مأرب كما تواصل متفجرات ميليشيا الحوثي الإرهابية حاصد المزيد من الضحايا حيث أصيب أربعة عمال بجروح وصفت بعضها بالخطرة بانفجار مقذوف من مخلفات الميليشيا الحوثية في شارع الخمسين شمال شرق مدينة الحديدة ذلك بعد يوم من إصابة امرأة بانفجار لغم في منطقة المجاعشة مديرية مقبنة غرب محافظة تعز موسم التجنيد وغسيل الأدمغة هكذا يتم وصف المراكز الصيفية للحوثيين الذين دشنوا عملهم لهذا العام وسط عزوف المعلمين من مشاركتهم مشروعهم الطائفي ورفض شعبي لانخراط الأبناء في مراكز الحوثيين الصيفية حل موسم جديد ينتظره الحوثيون بفارغ الصبر لاستشراف مستقبلهم ومحاولة جمع أكبر قدر ممكن من الأطفال تحت كنفهم وشحنهم بما يتناسب مع هويتهم العقادية والطائفية في مراكز صيفية تشحذ الميليشيات لها كافة الجهود طيلة عام كامل من الاستعداد لإطلاقها وتوسيع مجالها ستة آلاف مركز صيفي أعلن عنها الحوثيون العام المنصر بواقع ستمائة وخمسين ألف طالب تم تقسيمهم لفئات عمرية من الثامنة إلى سن الثامنة عشر يمر فيها الطالب سنويا بمراحل متعددة من الإعداد العقائدي الذي يقوده صوب الجبهات للقتال في مرحلة التخرج لدى الحوثيين الذين يسعون من وراء هذه المراكز لإعداد جيل مؤقت يقاتل لأجلهم المساجد والمدارس العام هو المعاحد يتم تحويلها في الإجازة الصيفية لجنة حوثية متخصصة بهذا الشأن وتحشد على غير بقية السنة للمراكز الصيفية مليارات الريالات لصرفها على القائمين على هذه المراكز بخلاف العام الدراسي الذي يعاني فيها المعلم طيلة العام شح الرواتب هذا وتفيد المصادر أن المعلمين في منطق الحوثيين لم يستلموا سوى مبلغ 30 ألف ريال طيلة العام الماضي كبدل تنقل وقد وعد الحوثيون عبر صندوق مستحدثة المسماه دعم المعلم صرف بدل تنقل جديد شرط مشاركة المعلمين في مراكز المليشيات الصيفية بعد حالة رفض واسعة من المعلمين المشاركة حالة الرفض هذه لم تقتصر على المعلم فقط بل أن المراكز الصيفية للحوثيين هذا العام تشهد تراجعا في الإقبال من قبل الطلاب بعدما رفض الأهالي التعاطي مع دعوات الحوثيين الذين قرنوا العلم بما يسمونه الجهاد والذي فيه دلالة مباشرة على مصاري السو التي تنتظر الأطفال الدارسيين على الجانب الآخر كثرت الشكوى من أدلجة الحوثيين لعقول الأطفال وتفخيخها دون ما وجود طرق وتحركات حقيقية لتوعية الآباء والأمهات بمخاطرها وإيجاد بدائل عبر القنوات التعليمية المملوكة للدولة وعمل برامج للمنظمات عبر شبكات الإنترنت لسد فراغ الإجازة الصيفية وهو ما يتطلب من القائمين على هذا المجال تقديم خطط واقعية قابلة للتنفيذ لسد هذه الفجوة ولو بنسب متواضعة شرط الاستمرارية قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن غالبية اليمنيين يكافحون يوميا لتجنب الانزلاق إلى المجاعة بسبب الاستمرار في الحرب التي أفرزت أزمة إنسانية صعبة تمس كل جوانب حياة اليمنيين يعاني اليمن من ثلاث أزمات خانقة منذ بداية الحرب تمثلت في غياب الراتب وانقطاع الخدمات الأساسية والتلاعب بالعملة الوطنية جميعها أسباب أدت لاتساع رقعة المجاعة في اليمن بشكل كبير وبات اليمن يعاني من نقص مخزون القمح وارتفاع أسعار الغذاء بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود بشكل جنوني اليمن أول بلد عربي تهدده المجاعة نتيجة استمرار دوامة الحرب منذ ثماني سنوات بالإضافة إلى مخاوف تفاقم أزمة الجوع وارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الحاد كنتجة حتمية للحرب الروسية الأوكرانية مرصد حقوق دولي أكد أن اليمنيين يكافحون يوميا للحصول على وجبة الغذاء تجنبا لخطر المجاعة التي ما زالت تهدد ملايين الأسر جراء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي أفرزتها الحرب وغياب دور المنظمات الإنسانية لمواجهة هذه الكارثة كما يجب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان غير حكومي في تغريدة نشرها على موقع تويتر أكد فيها أن الأوضاع الإنسانية في اليمن تزداد سوءا بفعل النزاع المستمر والمتغيرات التي تمس جوانب حياة اليمنيين وتهدد ملايين الأسر بالموت جوعا وبات غالبية الأسر غير قادرة على الوصول للخدمات الأساسية ولفت المرصد الحقوقي الدولي إلى أن اليمنيين يكافحون يوميا من أجل عدم الانزلاق إلى المجاعة وذكرت تقارير أممية سابقة أن ثلثي سكان اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة مشيرة إلى أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم كما أظهر تقرير جديد للأمم المتحدة أن النساء والأطفال في اليمن الذين يشكلون 77% من النازحين هم الأكثر تضررا ويقدر عدد النازحين بنحو 4 ملايين و300 ألف شخص 60% منهم في محافظة مارب أن تترك منزلك مجبرا وتهاجر للنجاة من موت محقق فذاك أقصى فصول المعاناة التي خلفتها الحرب خصوصا للنساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم في العراء بلا مأوى فقرابة ثمان سنوات ليست كافية لعزل ملايين اليمنيين في مخيمات مهترئة مترامية على رمال الصحاري ولوديان بل تستمر عجلة النزوح في مختلف المناطق التي تشهد مواجهات مستعرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية كشف أن النساء والأطفال يشكلون نسبة 77% من النازحين داخليا الذين يقدروا عددهم بنحو أربعة ملايين وثلاثمائة ألف شخص يقيم نحو ستين في المائة منهم في مركز محافظة مأرب حيث فروا من جحيم الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية وحولت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم التقرير أشار إلى ستة وعشرين في المائة من الأسر النازحة باتت تتولى مسؤوليتها النساء مقارنة بنسبة 9% قبل تصاعد الصراع في عام 2015 وبحسب البيانة الأممية يحتاج 73% من سكان اليمن إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام الجارية بعد أن أجبر النازحون على ترك منازلهم وانهار الاقتصاد والنظام الصحية مما سهم في انتشار الأمراض والأوبئة التي يمكن لقاية منها مثل الكوليرا وحم الضنك وفيروس كورونا وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن مستويات وفيات الأمهات آخذة في الارتفاع إذ تموت امرأة يمنية كل ساعتين أثناء الولادة لأسباب يمكن لقاية منها بشكل شبه كامل كما يحتاج ما يقدر ثمانية ملايين ومائة ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب إلى المساعدة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك رعايت ما قبل الولادة وخدمات الولادة الآمنة وقد تعاني أكثر من مليون امرأة حامل ومرضح من سوء التغذية الحاد خلال هذا العام وهن يخاضرن بولادة أطفال يعانون من تقزم حاد في النمو فضلا عن سوء التغذية الذي تواجهه الأم والولد على السواء نتيجة عدم الأمن الغذائي المتزايد بسبب الحرب المتواصلة في البلاد في غضون ذلك حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفوت غروسلي من التدعيات الكارثية لأي تسرب النفطي المحتمل من ناقلة صافر قبل تسواحل اليمن وقال غروسلي إن تدعيات انفجار صافر أو تسرب النفط منه ستكون كارثية وضاف أنه سيتم إنفاق 20 مليار دولار فقط بهدف تنظيف التسرب النفطي في حال وقوعه وعبر المسؤول الأممي عن أمله بجمع نحو 80 مليون دولار خلال مؤتمر سيعقد الأربعاء بتنظيم من الأمم المتحدة وهولندا لتأمين نقل النفط بشكل آمن في المرحلة الأولى وأشار غروسلي إلى أن هذا المبلغ جزء من ما يقارب 144 مليون لأزمة إنجاز خطة الإنقاذ مستمرة للنشرة وفيها بعد الفاصل مستوطنون إسرائيليون يعودون اقتحام المسجد الأقصى وجرحها باعتداءات على فلسطينيين في سلوان ترجمة نانسي قنقر اقتحم العشرات من المستوطنين مجددا المسجد الأقصى المبارك مساء الاثنين تحت حماية الشرطة لاحتلال الإسرائيلي وذكرت فكالة الأنباء الفلسطينية وفى أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته في حين توالت الدعوات المقدسية التي تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه ذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن خمسة فلسطينيين جرحوا باعتداء للاحتلال على فلسطينيين في سلوان بالقدس خلال هد منزل عائلة الرجبي وفي شأن العراقي مدد مجلس النواب فصله التشريعية بعد ضغط عدد من الأطراف ليستأنف جلساته من جديد عقب توقف داما فترة ليست بالقليلة وذلك من أجل حسم أبرز الملفات العالقة منها رئاستاء الجمهورية والوزراء في خطوة وصفت بالفرصة الأخيرة الكتل المستقلة في البرلمان العراقي تخرج عن صمتها وتعقد اجتماعا تضع فيه شروطها لمرشحير أسدي جمهورية والوزراء أبرز تلك الشروط كانت استقلالية المرشح وعدم تورطه بشبهات فساد أن يكون الشخص المكلف لرئيس الوزراء وكل وزير في كاملته الحكومية عراقيا مستقلا نزيها وطنيا وليس عليه أي شبهة الفساد وأن لا يكون من مزدوجي أجنسية ثانيا أن تقدم الشخصية المكلفة برنامجا حكوميا واقعيا يلامس حياة الناس ومطالباتهم ويعالج التحديات التي تعصف بالواقع العراقي في كل مجالات الحياة ثالثا أن لا يكون مشاركا مع أحزاب السلطة سابقا ولم يكن جزءا من حكومات المحاصصة رابعا أن تتعهد الكتل السياسية جميعها والنواب المستقلون أيضا بعدم تدخل أو فرض الإرادات لا في عملية تشهيل الحكومة ولا في إدارتها لاحقا من قبل الشخصية المكلفة من أجل أن لا تكون الحكومة القادمة حكومة محاصصة النواب المستقلون كشفوا بأن البرلمان تجاوز كل المدد الدستورية والقانونية لذا سيتم اللجوء في حال استمرار الوضع للمحكمة الاتحادية التي سيكون لها الكلمة الفصل كل المدد الدستورية تم تجاوزها والمحكمة الاتحادية الآن مدعوة لتفعيل دور الدستور العراقي في مراقبة أداء المجلس النواب لأن هي الجهة الوحيدة لتراقب عمل المجلس ولذلك نحن سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية لأنه بالفعل تم تجاوز لا يوجد مدد أن نضيفها هو أحنا أساسا تم تجاوز المدد الدستورية فإحنا كمراقبين داخل المجلس النواب كل المبادرات الحالية وكل الحراك الذي يحصل على مستوى النواب المستقلين في الجلسات القادمة إذا استمر تعقيل مجلس النواب وما شفنا أكو حركة ونواء نية حقيقية لتفعيل الدور النيابي سنلجأ بفعل إلى المحكمة الاتحادية اجتماع هنا وآخر هناك ولا جديد سوى المشاورات وطرح المبادرات أطراف النزاع السياسي للظفر بالمناصب على السلطة ما بين تحالف يشدد على أهمية الأغلبية وثاني يؤكد أن لا حكومة من دون توافقية من بغداد شام منعي اليمن اليوم وفي أوكرانيا تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية لليوم السادس والسدعين ففي آخر التطورات سمع ذوي انفجارات هزت المبانية في مدينة أوديسا الأوكرانية لذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تحاول منذ أيام استعادة جزيرة زيميني الاستراتيجية في البحر الأسود وأنها حاولت إنزال قواتها على الجزيرة لكنها تكبدت خسائر فالحة من جانبها أعلنت القوات الأوكرانية أنها استعادت أربع بلدات من القوات الروسية شمال شرق خاركيف نشرتي أيضا أزمة المشتقة النفطية تعود من جديد إلى صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الكوذية أزمة المدينة في قطة موسيقى من الآثار التي خلفتها ميليشيا الحوثي والإجرام هي تدميرها للمساجد ودور القرآن الكريم لن تسلم من هذه المسيرة الخبيثة عادت أزمة المشتقة النفطية من جديد في صنعها ما يضاعف معاناة المواطنين وفرصة جديدة لميليشيا الحوثي لإدارة أسواقها السوداء لم يمضي شهر واحد على انفراج أزمة المشتقات النفطية في صنعها حتى عادت عشرات المركبات للاصطفاف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بشكل مفاجئ مما ينذر بافتعال ميليشيا الحوثي جولة جديدة من أزمتها المتلاحقة التي اعتادت عليها بين الفينة والأخرى بل إن المواطنة في مناطق سيدرتها اعتاد على ممارسة طقوس الطوابير في مختلف الأزمات محطات الوقود في صنعها باتت مغلقة وفق مصادر محلية وتصطف أمامها عشرات المركبات للحصول على البنزين في ظل ترويج ميليشيا الحوثي في صفوف الأهالي وسائقية المركبات بأن التحالف يحتجز سفن النفطية مؤكدة بأن تلك الإشاعات مصدرها التجار والقيادات الحوثية المستفيدة من الأزمة وسبق أن افتعلت ميليشيا الحوثي ضوال الفترة الماضية أزمة وقود خانقة بهدف رفع أسعارها بشكل رسمي والتربح من خلال بيع الوقود في السوق السوداء التابع لقياداتها بأسعار وصلت إلى أكثر من أربعين الفريال وكلما احتاجت لهذه الأسواق لجأت إلى اختلاق أزمة جديدة تكون رافدا في إنعاش أسواقها الممتدة على شوارع وأحياء صنعاء ومناطق سيدرتها وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن المرفوع لمجلس الأمن الدولي أكد أن الحوثيين يتعمدون افتعال الأزمات في المشتقات النفطية من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في سوقها السوداء التي تديرها وتجمع من ورائها رسوما غير قانونية كسياسة إفقار وتجويع ممنهجة واستغلال احتياجات المواطنين والتلاعب بسبل عيشهم دون أي اكتراث لأوضاعهم المعيشية الصعبة في تعز دشن المحافظ نبيل شمسان العمل بمشروع صيانة وإعادة تأهيد طريق تعز التربة الاستراتيجي على ثلاث مراحل وتنفيذه خلال خمسة أشهر بتكلفة عشرة مليارات ومئة وواحد وتسعين مليون بتمويل صندوق صيانة الطوق يعاد هذا الطريق الشريان الرئيس للمحافظة بما يسهل نقل السلع والبضائع وكذلك سهولة تنقل المواطنين بالسفر يشار إلى أنه سيتم إصلاح طريق الكربة الصحي وطريق الكدحة كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إصلاح وتأهل طريق هيجة العبد بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمال اليمن وفي الملف الاقتصادية الحكومة تعلن جاهزيتها لاستيعاب التعهدات التي أعلنتها السعودية والإمارات مؤخرا ومليشيا الحوطي تجني 90 مليار ريال من المشتقات النفطية منذ بدء سريان الهدنة الأممية جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث أعلنت الحكومة اليمنية جاهزيتها والبنك المركزي لاستيعاب التعهدات التي أعلنت السعودية والإمارات مطلع أبريل الماضي وشدد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على تحقيق معايير الشفافية والنزاهة ومؤصلة تنفيذ الإصلاحات الحكومية في المجالات الاقتصادية والمارية والإدارية والنقدية بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية وأكد رئيس الوزراء على ضرورة رفع مستوى الأداء الحكومي بما يتناسب مع المسجدات والمتغيرات الراهنة كشفت الحكومة اليمني عن حجم الأموال التي تجنيها مليشيا الحوثي من المشتقات النفطية منذ بدء سهرين الهدنة الأممية في 2 أبريل الماضي وقال وزير خارجي إن الميليشيا تجني 90 مليار ريال من المشتقات النفطية منذ أعلان الهدنة وافتعالها أزمة جديدة في المشتقات رغم التزام الحكومة بتسير دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تصيدر علي بحسب الاتفاق بصورة سلسة ورفضها سرف مرتبات الموظفين من تلك العائدات الكبيرة قررت اليابان تقديم منحة ضارئة بقيمة 10 ملايين دولار استجابة لأزمة الغذاء في اليمن وستوفر هذه المنحة طارئة مساعدة غذائية لنحو مليوني ونصف المليون يمنية عبر برنامج الأغذية العالمي وصدم خوفا متزيدا من أن الوضع الإنساني في البلاد قد يزداد تدهورا بسبب تأثير ارتفاع أسعى لمواد الغذائية الناجم عن الوضع في أوكرانيا شهد صادرات الصين طبعض غير مسبوق منذ عامين بنسبة ثلاثة وتسعة من عشر فيلم على خلفية الإغلاق في شنغهاي الذي يؤثر سلبا على النشاط وتشديد القيود الصحية في بكين ويواجه العملاق الأسيوي منذ أسابيع أكبر فورة وبائية منذ بدء الجائحة مع حجر ملايين الأشخاص منذ نهاية مارس في شنغهاي عاصمة البلاد الاقتصادية وهو ما يعد أسوأ أداء للاقتصاد الصيني منذ يونيو 2020 وأخيرا فقدت العملات الرقمية المشفرة نحو عشرة في المئة من قيمتها في انهيار قوي تسطره البوتكوين الذي تراجع لسعر ثلاثين ألف وخمسمائة دولار ونزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة سبعة وعشرين وثلاثة من عشر فيلمية خاسرة أكثر من خمسمائة وخمسة وعشرين مليار دولار من مستوى ألف وتسعمائة وعشرين مليار دولار إلى نحو ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليار دولار خلال التعاملات الأخيرة وهو ما يعتبر خسائر قاسية لها نتيجة تضخم مرتفع في السوق الأمريكي وفي الختم تذكير بأبرز العناوين المبعوث الأممي في عدل بحث تفتيت الهدنة الأممية الهشة واستئناف الرحلات من مطار صمع ميليشيا الحوثي تواصل فروقاتها للهدنة وترتكب ستة وعشرين خرقا في الساحل الغربي الأمم المتحدة تحذر من التدعيات الكارثية بأي تسرب نفطي محتمل من ناقلة صادر لقاءنا في حادي عشر ونصف على خير في أمان الله اشتركوا في القناة